أو تحب عنوان معنا ينجو من الهزيمة فولا ينجو بالضبط ينجو من الهزيمة لأنه سلكها أي سلكها فولا لأنه لعدة اعتبارات رو الاعتبار الأول لأنه بو عمنا عنتا متاع ماتش 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 ناميبيا كنت باهي لحقيقة معناها البارة كنا عملوا مقارنة بماتش دخل بتاعنا ماتش ناميبيا وماتش مالي البارة حدخلنا بالباهي لكن جاء كما قلو يعني لعبنا خير دخل متاع الماتش كانت خير ماتش ناميبيا لأنه وقبلنا بونتو في دقيقة العاشرة بعدها رجع المنتخب بعد ما قبل البونتو ورجعنا وعملنا كالكو معناها فرص وكله لكن نجونا باش نعدلوا بونتو حلو الحقيقة بداية لعبة باهي سيركوية بريفرانسيال تاع الكوتش البارح والولاد الحقيقة في بونتو نيول كان باهي هرتريع للعاب دي وحمزة رفيع كان سجل بونتو لتعادل واحد مقابل لواحد بعدها كنا نرجع شوية للمقابلة عملنا شوية فرص وغيره ولكن منتخب مالي كنا نحكيه على منتخب مالي منتخب براه ومحترم جدا من ناحية الفنية والبدنية والتاكتيكية نحكيه على منتخب الفالور مارشنون بتاعه وقوية بارشة قيمة تسويقية تفوت حتى الميتين مليون روو دونك البرح الحقيقة حتى في شوط الثاني منتخب مالي كان أفضل منه على جميعنا واحي حتى على مستوى الإحصائيات تاع المقابلة في الدول في البوسيسيون دوبال في برشة حاجات منتخب مالي خير منه دونك واحد مقابل لواحد كما قلنا ينجو منتخب ميناء الهزيمة وإن شاء الله بطبيعة يبقى دائما الأمل لازل قائم بالنسبة لترشع الدور القادم شاهدت هو بشنسلك سؤال متاع واحدة بارشة بارشة كيفينا ميفاموش بارشة الكورن حاب نفهم المنتخب المالي اللي لعبنا معاه البارح هو يتم منتخب يعني منتخب قوي محترم ولا نورمان مما entrepreneur معنا فيما تطور كبير على مستوي كورت القادم في إفريقيا شي ما سورتهم منتخب المالي يعني لش قلت لك أنا أنه القيمة التسويقية متاعengo العبية بتاعه يلعبوا في البونزليج يلعبوا في كالشوا يلعبوا في الليك 1 في فرنسا يلعبوا في معنا في معنا في في محترم برشة عليش قلت لك القيمة التسويقية متاع منتخب المالي رو منتخب محترم جدا على مستوي حتى للتاريخ نocع معنا معه 12 مقابل احنا أربع تعدولات اربع رابح أربع هزائم هذي في ظرف تثسين العبور بالنسبة لنا رابع مرة مع منتخب ماي لعبنا معاه في كان كامرون الأخرى وخسرنا معاه واحد بلايش عمانا معاه دوما أشكالي في كاسرون كوب ديموت عقاتر ربحناه في مالي في باماكو وتعدنا معاه في رادس دونك البارح تعادوا كيما قلنا دائما شوف الأول أمور النفسية أثرت برشا على المنتخب التونسي وعلى ستاف والناس لكل بعد الهزيمة اللي كانت غير متوقعة لحقيقة قدام منتخب ناميبيا أثرت شوي أحنا أموات جاوزنا كيما قولوا التعطيلات النفسية هذه كمعناها تعدينا شوي نيل البارح يخلي دائما الأمل قائمة شايمة وإن شاء الله الماتش السلطة أفريكا نربحه بإذن الله تبع شوي نعطيك فرضيات تارشح تعمل تخبنا خاطر الناس كل تسألتني فرضيات تارشح تونس الدور القاتل واضح بالنسبة للأقبال كل شي فما احتجاج بارح على التحكيم وخاصة على تقنية الفار شنو هالي صار وشنو ما التفاصيل وعليش صحيح معناها شوف هذه مظلمة تحكمية أخرى في حق المنتخب التونسي الحقيقة البارح كانت المحللين التحكمي الخبراء للتحكيم حتى في بيين سبورتس ولا عنا في ديوانة فام معناها زمينة محمد بن حسينة أنه أكدوا أقرب بوجود ضربة جزايا شرعية ليوسف الأمساكني مرة أخرى نتظلمه كونتر منتخب مالي نذكره في الكامرون محمود كان الحكم جانيسي كازوية وقف اللعبة في تقيقة خمسة ومعينة خمسة وثمانين مرة أخرى ضد متخب مالي نتعرضه هكا للتحكيم لكن اللي يبقى في البال أنه عليش البارح مفميش تقنية الفار عليش الحكم مرجعش لتقنية الفار هو في بالنا مش المتشويت الكل فيهم الفار أنا هكا اللي في بيك أقبل من هو شوف هو متشويت فيهم الكل الفار لكن الأكيد أنه يلزم يكون فهم إعادة اللقطة منتع الفار منتعرف المخرج معنى المخرج اللي عادي في المقابلة هو على فكرة البارح ضايع برشا قاعد يورينا كان في الجردان والمشجعين امتع مالي وتونس اللي مانا بعد برشا حتى يسمى الشوالي برح في التعليق امتع هو يقول له عطينا الصورة عطينا الصورة هو ما عاودش اللقطة امتع يوسف المساكني لأنه الحكم يرجع لتقنية الفار وقت يعمل فار تشيك إلا ما عايتوله بعد الإعادة غرفة الفار يعني هتبت الفيديو حاضرة ويقول له هاي حاضرة يمشي يشو يعطيك السحر معناه اللي فهمتوا منك أنه ما فهميش الفيديو معاودوش اللقطة الشيء اللي ما خليش غرفة الفار والتقنية الفار انه بش تعايت للحكم هاوش نوع يلزم يعمل الحكم متع اي مقابلة ونحكيه حتى لمباراة تونس ومالي وكان هذي اكدها البارح خبيرنا التحكيمي محمد الحسينة نحب نوضع حاجة في الكابين في الكابين دلافار راهو ما هوش عذر بالنسبة لابراهيم لحلو وسليمة الرواندية انهم يقول لك انا ما عملتش تشيكينج فار على اللقطة بتعيوز في المساكني راهو الحكم اللي عنده الفلاير في الكابين دلافار ثم نعرفه مونيتور فيه اللايف ومونيتور فيه التسجيل وثمه فني بجانب بجانب الحكام الفار يجم واحد يتلاهب المونيتور لايف ويمشي للتسجيل ويطلب من الفني يعادة اللقطة ويجم البرد تكتيل افوت انا ما نحب نفهم حاجة ما هوش عذر انه اللقطة ما صار ليش ريبلاي واذا اهم جدا بالنسبة للمناسلة بتاع الجامعة لقطة الاعتراض وهي لقطة مهمة جدا من علي العابدي علي العابدي عمل امبلو بيه رابيد فارضا انه المدافع المالي قاعد في مكانه وما تحركش مستعملش دي تجم تكون لقطة عادية لانه المدافع ينا با شانجي دو بوزيسيون ينا با شانجي دو ديركسيون لكن الشوف نعمل المدافع وقت وصله علي العابدي عرض يدي الزوس عرض يدي الزوس وعرض اين كودو كود لعلي العابدي مش تكون وطط الاصطدام علي فعلي العابدي وكان الحكم اللي يعلمه خلفه خارج مناطق الجزاء وانذار المدافع هذا محمد بن حسين واضح دي جاي يقول لك فما رأي شوف فما الغرفة متاع الفار ناس متاعرش فما دي زاسيستان يكونوا متواجدين انها وها في الماتسولين بالضبط اي الغرفة متاع الفار الكابين متاع الفار اللي كشايف يبقى فهم 3-4 من ناس أو البارح بارشة كرونيت وبرشة فم البارح وفما الجزائري لحلو بن براهيم وفما رواندية هي مراه اللي كانت في غرفة الفار معنا السليمة موكاساجا هي الحاكمة متاع الفار وكان معا الجزائري لحلو بن براهيم معنا حتى لو كان انه ما رجعوش فما رأي شاري بلاي متاع اللقطة محمود فما لزاسيستان اللي متواجدين غديك عندهم كما قال سيمحان بن حسين المونيتور اللي نجم يعود اللقطة سمعنا في الكلام شيمة تاع سيمحان بن حسين انه الجامعة تونسية ايضا لكورة القدم بشتراسل الاحتجاج على التحكيم في المقابلة هذه كما عاملت البارح ايضا الاتحادية الجزائرية والتأكيد يجينا من عضو مكتب الجامعي حسين جنيح بش نقولوا لكونوا ماناش راضيين على التعامل مع المنتخب التونسي في اللقطة هذه من ناحية البرودكاست اللي هي معنا سبا نرمال انه علش ما تتعودش اللقطة انت عندك حكم وحكم مساعد وحكم فار وحكم فار مساعد معنا الاربعة ما يشوفوش ضربة جزائر ومبعد معنا تتعود على ضرب الجزائر في الاخير دونكا كاليدا حسين جنيح حضر مكتب الجامعي والأكد انه منتخب التونسي والجامعة تونسي كورتخدم بش تتوجه بش تقوم بإحتجاج رسمي هو التالت صراحة الاخطاء التحكمية شايبة كي شوفنا البرح ايضا الاتحادية الجزائرية كانت أعنت في بيان رسمي احتجاجها لحسيرته حكم تقنية الفارة انه فما كالكو فوت معناه كانوا بالنسبة المتخب بالجزائر سينون إذا بش نختم كلمة على مستوى الاخطاء التحكمية نأكد لك انه نفوذ متاعنا على مستوى القارة الافريقية نزل برشا واضح في السنوات الأخيرة فما ظلم كبير كانت قاعدة عرض للمتخب الوطني تونسي بداية من الكال الأخرى اللي هنا تشوف انتقبلك أنا طارق بوشا ماوي في الكاف تشوف تهو رئيس الجامعة ونسيكورت والاتحادات للأخرى سينون برشا ناس تسأل شي ما بتبيع لفرزي تتأهل وانت أولها هنا أولها قدش لازمنا أنا بالسؤالي لحاتن قدش يلزمنا قدش يلزمنا بش نجمو نترشحو هو شي يلزمنا شوف فرزيات أهل تونس بالمركز الأول تنجم تكون مستبعدة لأنه توا أربع نقاط لأسي ما يترشحوا في المركز الأول في المركز الأول في المركز الأول مستبعد معطينا يترشحو مركز الأول ولا مركز برشا ناس تسأل المركز الأول كيفيش مركز الثاني كيفيش والمركز الثالث كيفيش المركز الأول مستبعد أبيسكو مالي عندها أربع نقاط تبقى أمكانية تتأهل في المركز الثاني ويرد نجمو تأهل ولا معناها في المركز الثاني ولا في صورة الانتصار قدام جنوب أفريقيا بأي نتيجة أحنا الماتش الثالث نربحوا جنوب أفريقيا بأي نتيجة مقابل أنه ناميبيا تخسر اليوم ضد جنوب أفريقيا وتخسر ضد مالي المقابلة القادمة op言 معناها ناميبيا تلعب هي وجنوب أفريقيا بداية من 9 عم تعليل ناميبيا ومحمود إذا تخسر اليوم كونتر جنوب أفريقيا وتعاود تخسر كونتر مالي باركونتر نربحوا إلى أفريقيا نتعدى ونحن مركز الثاني بأربع نقاط خطر هي نميبيا يبدأ عندها ثلاثة نقاط وجنوب أفريقيا ولي عندها ثلاثة نقاط في حين أيضا يلزمنا نربحه جنوب أفريقيا بأعلى حصيلة ممكنة من الأهداف مني ممكنة ديش عاتين؟ ثلاثة أهداف معنا ما لزماش ندخل في الموعة ثنين بلايش واحد بلايش أوكي نجم نترشح على مستوى النقاط ولكن تفاديا المفاشئات معناية نجم تحصل يلزمنا نربحه بأكثر عدد ممكن من الأهداف نجم نترشح وكما قتلك شيء ما ليوم عمالة تعادل الماتش الجاي بإذن الله إن شاء الله نربحه جنوب أفريقيا نتعدي جنوب أفريقيا كأكيب تماما قوية محترمة فريق محترم جدا مع تطور كرة في جنوب أفريقيا تشوف أنت توا في ميلودي سانداونز في تشامبيينز ليك تعمل في السوبر ليك هي بطل السوبر ليك في النسخة الأخيرة ودونك أكثر من لعبية تاحة من فريق ميلودي سانداونز جنوب أفريقيا كونتر مالي عملت ميطان محترم جدا وكان أضعت ضربة جزاء ضد بيرسيتا والناس اللي تقول أنه إحنا في طريق مفتوح قدام جنوب أفريقيا لا منتخب جنوب أفريقيا محترم جدا ولا بد من الحذر منه كمانا توا عملنا كمام نقطة رجعت فينا شوية الروح تحس أنه الروح رجعت شوية في الشعب التونسي الكل بكم المكوناته وبستاف بالملعبية توا اللي بلوز امبرتان ركزوا ونكونوا دائما إيجابيين بيش إن شاء الله نكون نرحو ما تشغل يجي هو راهو الشي ما حتم كيقول لكثب ليش كونتر جنوب أفريقيا ما تبهتش حسيتك أراهو الكورة والله الكورة دوارة ومتعرفش عليها لا مش كثب ليش كثب ليش محمود نعلم نربحو بأكثر حسينة ممكن هم الأيديك بيش نتفديهو المفاشئة معناه أراهو الكورة والله لا تعرف صدقوني لا تعرفوا عليها مجم جيك جنوب أفريقيا هتاها بتتكور مسكرة الوسط وما همش ناوين برشا بش يلعبوا القدام معناهو دو حاطين بش مركيبونت ويرجعوا التالي يجي لمساكني حطهم التلاثة والطفل وحليها الحياة وحليها الحياة وحليها الحياة توقح بنسأل أنا في الختام محمود أكيد فرجنا في الكيبيت الكل حاسب رايك شكون اللي هو المؤهل اللي بش يكون هو اللي بش يربح الكفدة في خيك والله ما خممتش فيها ممسي أنا أنا أقول ما محمود أي منتخب سينيغال نجم يكون هو مرشح بشيخ قوي أي 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 سينيغال حالي سينيغال يا المغرب أنا ويحد منهم المغرب أي ما نعرش المغرب قوية ما نستبعد ما نعرف شعرش منتخب المغرب راي العب اليوم على فكرة ضد منتخب الكونغو ديمقراطية بش نعرفوا معناه بالحق المقابلة الأولى كونتر التنزاني كانت مقابلة في طريق مفتوح بالنسبة لصوت الأطلس لكن اليوم تلعب ضد منتخب محترم جداً كونغو ديمقراطية اليوم موال الماتش بديه مال ماضي ثلاثة مال عشيه أذن تنزانيا زامبيا شايمة ستة مال عشيه وبالنسبة للمقابلة تمنحنا البول متاعنا سوت أفريكا وناميبيا بديه من التسعة ملتزمان نميبيا هي اللي تخسر أي نميبيا فولا نميبيا تخسر اليوم تخسر كونتر مالي نعود نذكر نميبيا تخسر اليوم ضد جنوب أفريق وتخسر كونتر منتخب مالي نحن نربح وسوت أفريكا ماتش القادم نتعدي ونحن مركز ثاني إن شاء الله أعطيك الصحة حتى نقاس بار على التوضيحات هذية الكل والله فسرت لنا إن وحدة من الناس فسرت لي وكانت حاجة سهلة وفهمت شنو اللي يستلم بينا هيا المبنسان سيلا فهمت على ولا دونك أعطيك الصحة حتى نهرية كانت شوية في وقته عحكينا اللي صار البرح في ماتش تونس مع المنتخب المالي